استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية والبلدية بالجمهورية لبنان بسام مولوي والوابط المرافق له خلال زيارته الرسمية للقهرة واستعرض الجانباني خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وسليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وأعرب وزير الداخلية لبنان عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين مؤكدا الاهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجلة العمل الأمنية فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية من جانبه أعرب وزير الداخلية محمود توفيق عن ترحيبه بزيرة وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان للقاهرة مؤكدا الحرصة وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة لبنان الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشيرا إلى أهمية تعزيز أليات التعاون وتبادل الخبرات في المجلة الأمنية محل الاهتمام المشترك وحتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويد كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها فظل المتغيرات وتطورات على الساحتين الأقليمية والدولية